إذا كان في بحوث البحوث تبدأ من الجامعات أساسا والبحوث لها قيمة وتباع ويشتريها القطاع الخاص ويحولها إلى منتج جامعة جامعة الملك عبدالله المتقنية كاوست تبيع بعض منتجات تبيعها في الخارج أنا استغربت لما سألتهم كانوا جايبين فلتر للزجاج زجاج حق العماير هذا يقولوا أن يبيعوا في الخارج علشان يشتروا الابتكار هذا ويحولوه إلى منتجات ويبدو أن يبيعونها ما عندنا هذه الثقافة موجودة حتى جامعة تونيك عبدالله كان واحدة من أبحاثها استخدم في الآيباد بعد من السنوات أفضل المنتجات استخدمت أساسا حتى في السباقات رالية أعتقد بحوث هي مشكلة القطاع الخاص هي أساسي البحوث أساسية أفهمها بس هل هذه مشكلة؟ هل هذا هو جذر المشكلة في القطاع خاص في السعودية وفي المطقة الخليج؟ شوف أنت عشان تنافس القطاع الخاص إما أنك تربح من الأيد العاملة الأيد العاملة بتكون مرتفعة ولا تربح من المصنع نفسه المصنع كله أنت تشتريه من برا زين ولا أنك تربح من الـ لازم تربح من واحد من الثلاثة ترجمة نانسي قنقر